حملة جديدة في مواجهة انتهاكات ميليشي الحوثي والمخلوع تسعى لإيقاف التعذيب الذي تمارسه الميليشي على المختطفين في سجونها منذ عامين ناشطون أطلقوا حملة إلكترونية تحت عنوان أوقف التعذيب في اليمن للتنديد بسلوك الميليشي في المناطق التي تسيطر عليها والتي خلفت الكثير من المآسي في معتقلاتها غير القانونية وعلى الرغم من أن ما تمارسه الميليشي في معتقلاتها ليس بخاف على أحد إلا أن الحملة كشفت عن الكثير من المعلومات التي لم تكن متداولة ولم يلتفت إليها أحد خلال عامين من حكم الميليشي مع كم من مهول من الانتهاكات وموت بالجملة تصلته الميليشي على معتقلها تشير الإحصائيات الموثقة إلى أن حالات التعذيب في اليمن بلغت ما يقارب 5000 حالة ذهب ضحيتها 57 مختطفا منذ سبتمبر 2014 منها 26 حالة وفاتة التعذيب و12 حالة اعدام وتصفية بالرصاص و12 حالة قتل نتيجة وضع المختطفين دروعا بشرية و3 حالات نتيجة لتدهور الحالة الصحية للمختطفين و4 حالات وفاة في المعتقل قالت الميليشي إنها وفاة طبيعية فيما تعرض عدد كبير من المختطفين للشلل جراء تعرضهم للتعذيب الشديد في سجون ومعتقلات الميليشي أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر المحترمون بالتزامن مع الحملة نظمت رابطة مهات المختطفين وقفة أمام لجنة الصليب الأحمر بالعاصمة صنعة للمطالبة باطلاق سراح المختطفين والتنديد بما يتعرضون له في سجون الميليشيا رافعة شعارات تطالب بمحاكمة رموز الميليشيا وقادتها أمام المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بعسب البيان الصادر عن الوقفة تتصاعد الحملات الشعبية في مواجهة الميليشيا وانتهاكاتها إلا أن قانون الميليشيا لا يعترف بهذه الحملات ولا يلتفت لمطالب المنتهكة حقوقهم فيما تتصاعد الانتهاكات بشكل مخيف وغير قابل للتراجع طالما بقي في عمر الميليشيا ساعة واحدة